مساء الخير احبائي انتو نشهر تكونوا كامل بخير انتم تشوفوا فيديو التالي اليوم انا احبكم على قناتي قناة غسي كلانهاند ميد جاي واي اقولك اذا كانت هذه اول مرة تفضل القناة تشارك في القناة وفعل خاصية الجرس لانو عنا افكار ابداعية وحصرية في الديكور والاشغال اليدوية والتدوير الفني اذا اليوم لعشاق الخيش لعشاق القهوة محبي القهوة نقعد دائما في الاسترجاع اليوم احنشوفوا ها الديكور شوفوا الجميل اللي وضفت فيه قشور الجوز وعلب يعني مسترجاع تشوفوا معايا اعواد مسترجاع تقريبا مياب بالمئة مسترجاع كنا خدمنا يعني مقبل هاد القلب كذلك وهذا القلب الثاني كذلك اللي بالقهوة ولكن مختلفين شوية ديكورات في بعض التفاصيل وفي كل مرة نوضفوا يعني نوعا من النفايات التاعنا يعني خاصة هاد النفايات القشور كناش نقشور البيض كذلك خدمنا بها منظم الحمام لشفيته فالا دونك كانوا عندي علب بلاستيكية كما هادو يمكن شوفوا العلب اللي نشري فيهم يعني العادي الاحتياجة التعناء اليومية وعندي هاد الكوراء اللي حنخدمها بالعادي بورق الجرائد يعني تحطوا الورق تحاولوا تطيولوا هادك الشكل تلك الكوراء وإلا أنا كانت عندي كذلك هاد الكوراء المسترجاع يعني ما سحقه هاش راح نوضفها كذلك في الورشة هادي عندي قصب عندي هادك لعود الخشابي الجاف دونك وجدت لها الكوراء تاع الجغنال تاع ورق الجرائد غلفتها بالماسكينك تايب اللي هو عبارة عن شريط ورقي تلقاوها عند الدروغيست ما شيغال يعني يدير 7000-8000 ودورك حنزيد نغلفها بالقومش تاع الخيش المسترجاع هكذا باش مهم يقعدوا لي فراغات كيل ساق القوشور تاع الجوز يعني يظهر الخيش ما يظهرش الورق الجرائد وانتو ما تقدرو تتغيروا يعني مش شكل قومش الخيش ديروا قومش يعني في القولد دوغي ولا دنتيل ولا اي قومش ما تفضلوه انا درت دو موديل درت واحد بقوشور الجوز واحد الثاني درتو بالورد تاع الورد ما وريده لكم باسك ما كفاونيش الورد اللي كانوا عندي فالقومش باش يكون على بالكم بلي تستهلك يعني كمية كبيرة من الورود بالرغم انو الورود تاعي كانت كبيرة حتشوفوا معايا دوغي وجدرت بعد ما غلفت مليح الكورة تاعي تاع الجرائد بالخيش جبت للعود الخشابي تاعي عادي درت توقب بالميقص كيما شفته في المركز ودخلت العود الخشابي لسقطه درك الوعاء اللي رح نحط فيه هاد الوعاء المسترجع بلاستيكي ضنك غلفت وعادي شوفوا بالهاد الخيط تاع الخيش يعني خدمته الغرزة هاده تاع سلسال خدمتها بزوج خيوصي وقصت جتني خشينا كيميرا كيف ركو تشوفوا وغلفتها كامل يعني حتى الفوق باش نغيره شوي قدرت زوج وحده غلفتها كغيمة يعني بالقومش تاع الخيش والتانية درت لها السلسال باش يكونوا النوعين يعني كاين اختلاف في الموديل فالا دونك هايليك اللي دوبو تاعي غلفتهم سيبورة موجدين والكورات التاعي كذلك وحده درت لها الحامل بالقصب والتانية فالا هاده هي اللي قد تكون عليها تاع الورد تخرج تاني تخرج شابه بزف تقدروا يعني كيمة العرايس يعني دهما معاهم ديكوراسون يحطوها فوق لكوافز تاعهم يدروا فيها ورود هكذا الوان يعني بالوردي بالبلون كاسي يعني فالشباب تتوها معاكم وخدمتوها بيد ديكم ووالا سين بوكي دو فلور تخرج شابه قدكم انا مكفونيش الورود سنكملها نوري لكم الخطأ الجين شاء الله نوري لكم الغيز جلتها تاعها هايليك اللي تانية قشور الجوز يعني كانوا عندي دائما ما نرمش كي ناكل الجوز يعني دائما نخبي القشور كان بزف افكر جميلة بزف بقشور الجوز يعني عادي وتكسروها يعني سيوك تكسرو الجوز دائما متخسروش القشور ونسقوا عادي دوكا بسيليكون احديو انا بياج تغلفوا كامل مميقعدوكم فراغات حتشوفوا معايا يبان الخيش كي ما قد لكم يعني سي باميشان العكس الخيش مع قشور الجوز يعني رانا في فادك لتام ناتوريل تكملوا كامل الكورة تاعكم يعني تغلفوها كامل بالقشور تاعكم ورح تشوفوا الفراغات اللي حيقعدو لي محش نخليهم رح نحط فيهم حبوب القهوة دوك رح ندخل رح نديرا ميلانج بين خيش و القشور الجوز وبين اله بين قماش الخيش قد كوم القهوة رح يكون ميلانج شباب ويتخرج النتيجة يعني جميلة وتشوفوا كذلك الجوز تاعي ما حش نخلي هكذا يبغوت رح نحاول نطيلو لمسة يعني تعالوين لمسة فنية فالا اللي نستعملت فيها الوين الأكريليك فالا هايلك كما شفتو جبت القهوة هنا القهوة يعني ماشح نستعمل كميات كبيرة ونغمال يعني تستعملوا في الدكور كين أخوات يتعلقوا يقول لك كيفش النعمة تستعملوها نوع عادي يعني ديكور وش عالي ما نحن نخسروا وكنت خير غدا ديكور خاصة لكن مشوعة للسيدة يعني باش دخل منو شوية ميل فرات ومتقدوا في فراغات هاي تديروا نجمة الارض لاتوالدانيس للقشور تاع البيستاش كي ما تحبوه دونك جبت شوية اكريليك جولد يعني في الدوغي غير بصبعي برق وراح نجوح دايما كوشفتوها رح نجوز مسحة كامل للقهوة من قشور تل جوز وفالا بعد ما كملت كامل يعني الطبقة التاعي بالغولد نحيط البوليستيران بس كتقيل بثاف يعني جوغنال مع قشور الجوز ما يحملها شهدك الفلين كما شفتو هاد الفكرة درناها جبت الجبس يعني غوز ما لقيت عندي في الدار شوية ما حركوا مليح مليح ويشفتو من الجبس على بلكم وثبتوها يعني في المركز وخليوهم بعد هذا الكيس هذا كله في الأطراف نقطعوه فيما بعد حطوه في الواسط قاعدوا شدين ويعني شوية وقت نقص لها نقص لها شوية في الطور في الأطراف يعني باش ما تكونش كبيرة بزاف نضيف الخيشة طبيعية نضيف الخيشة و اضيفة بسرعة و اضيفة نضيف الخيشة نضيف الخيشة و اضيفة و اضيفة الأوراق طبيعية حتى يكون الديكور 100% طبيعي اضيفة و اضيفة و اضيفة مليئة و اضيفة جزيزة منطقة نضيفة أضيفة A اضيفة والاستويس ، اضيفة و اضيفة البابي دالي الومنيوم وحكم اللي حير حكم كامل هادك السيلي كوليس ووالا دونك هاي لك الكرياسيان تعنا كي ما كنت شوفوا دائما قولكم لتخافو مانويل سيد دولار تيرابي تجوزوا الوقت بتاعكم وديروا دي كرياسيان اللي قدروا يكونوا يعني مشاريع من المنزل نتمنى إن شاء الله تكون عجبتكم لكرياسيان إذا عجبتكم دائما قولكم لايكوها قعدوا دائما في المتابعة أفكرنا حصريا نتلقوا إن شاء الله في في فيديو آخر اتقوا على خير اطلافوا بحثكم ما سلامه